صباح الخير دكتور أهلاً كيفك؟ شخ بارك مدير جدا من المصرين يرفعوا لي الكرسي طيب كذا؟ عشان نصير بمستوى أحد أهلاً بك دكتور إذن دكتور لما نتكلم على موضوع تجميل الأسنان طبعاً كل الناس حابين يحصلوا على ابتسامة جميلة ولكن خلينا أو شيء نسأل مقاييس الابتسامة الحلوة طبعاً هي الابتسامة الجميلة تتألف من ثلاث عوامل الأسنان واللثة والشفاء التناغم بين هذول العوامل الثلاثة يعطينا ابتسامة جميلة يعني أسنان مرتصفة بشكل جيد لثة سليمة ووردية وأيضاً شفاها متناسقة بهذه الطريقة نحصل على ابتسامة جميلة حلو، لما نقول اللثة طبعاً في ناس لثتهم ما تبين وفي ناس أول ما يبتسمون تبين الأسنان وأيضاً اللثة فهذول هم أكثر ناس ممكن لازم يركزوا على اللون تماماً، هذا يدعى الابتسامة للثوياء والقم سمايل طبعاً هنا بدنا نحدد العامل اللي أدى لها موضوع القم سمايل وإلها علاج طرق كثيرة طبعاً ممكن يكون فيه تطويل الأسنان بالتالي إبراز اللون الأبيض وممكن يكون عن طريق بردونت البلاستيك سيرجري أو عن طريق ممكن حقن البوتكس بالشفاء وبالتالي تطويله لكن هذه المشكلة أنه عم يصير فيه مرحلة دورية خلال كل ستة أشهر محتاجين أن نعمل حقن ترجع مرة ثانية؟ تماماً وإذا كان في عنا مشكلة بالفك ممكن نضطرنا ما الجراحة بالفك حلو، عشان بس نوضح اللي هي حقن الشفاء لما تكون اللثة واضحة ترتخي العضلة ترتخي العضلة فتغفطي اللثة تماماً نجل أرقاء العضلة وبالتالي حلو، طيب دكتور أحدث الطرق الآن بالنسبة لتبيض الأسنان يعني تكون صحية بالنسبة للأسنان وفي لسلوكت بسيطة ما فيها ألم؟ دائماً الناس تركزان أنه ما فيها لهم؟ طيب، هو طبعاً تبيض الأسنان ممكن يكون بشكل تجاري وعن طبيب الأسنان يبتدي من أشرط التبيض لأقلام التبيض بشكل تجاري أو قوالب التبيض أو حتى عن طبيب الأسنان الفرق بينهم هو موضوع التركيز المادة المادة المؤكسدة الموجودة فيها بشكل عام الأقلام التبيض أو أشرط التبيض اللون يرجع بشكل بعد تقريباً أربعة شهور اللون القديم يرجع القوالب التجارية فيها مشكلة أنه أحيانا يكون القالب غير مناسب للأسنان والمادة تنحط بتماس مع الأسنان لفترة طويلة وبالتالي ممكن يكون في عنا حساسية بالأسنان وكمان يكون عنا حروق كيميائية باللثة وبالتالي يفضل أنه يكون القوالب تركب للأسنان يفضل عن طريق طبيب الأسنان لأنه نستخدمها فترة تقريبا أربع أسابيع وخلال فترة طويلة يمكن المريض يكون لابسها طول فترة الليل وبالتالي احتمال صايد إفكت تبعه تكون عالي ذلك يفترض أنه يكون عن طبيب الأسنان الطريقة التي موجودة عن طبيب الأسنان هي طريقة عن طريق الليزر تبيض عن طريق الليزر وطبعا هذه حاليا نحن نفضل أنه يكون تعرض لفترة طبيض أكثر من 20 دقيقة ممكن نجزئ فترة تبيض الأسنان على مراحل لأنه لما يكون في عنا أكثر من 20 دقيقة آخر الدراسات بين يكون في عنا بيرماني دمج بالإنمل وبالتالي يفضل أنه نجزئها لمراحل يعني بدلاً ما بيكون ثلاثة أربعة ساعة والساعة ممكن نجيب المريض جلستين بدلاً من 45 دقيقة جلستين كل جلسة 20 دقيقة وبالتالي يحصل على نتيجة كويسة من غير ما يكون في عنده لاحساسية وأيضاً يأخذ النتيجة اللي هو بده إياها حلو التبيض الدكتور عن طريق الليزر أنا جربت ممكن قبل 10 سنوات أو 12 سنة ومن ذاك الوقت كرهت التبيض بالليزر لأنه زي ما قلت ممكن يضر للث أو يسبب بحث الحروق كأنه حطين كلوركس على قماشة غامقة وفتحة بس انحرقت لقماشة تأثرت شوي تماماً نحن عم نحكي لأنه موضوع الليزر بالتحديد ممكن يسبب حساسية عالية عند المريض وبالتالي يفضل أنه يكون فترة التعرض فترة قصيرة يعني ما تجاوز 20 دقيقة لتجنب هاي المشاكل التي تحصل مستقبلها نعم طيب دكتور فيه ممكن مثل يجيك فيشين يقول لك أنا بغيب أسناني رغم أنه مش في حاجة إلى تبيض الأسنان أسنان نظيفة غير مدخن ما بيشرب قهوة أو مثلا بترضخوا لرغبته ولا تنصحون ويفضل لأنه فيه ناس يقول لك أنا بحط مش عشان تبيض أنا عشان حماية مثلا لا هو موضوع أنه نحصل على أسنان جميلة موضوع نسبي من مريض لمريض يعني نحن نفهم شو حاجة المريض يعني شو الهدف من الابتسام شو معنى الابتسام اللي هو بديها يعني غالبا لما يكون المريض ما في داعة لتبيض أو درجة التبيض اللي ممكن نعطيها ما بتكون مناسبة هتحدث الفرق اللي هو متوقع يعني لو كان المريض نفرض أنه درجة اللون عنده 8 من 10 لو كان نعم لنا له تبيض وحيوصل له 9 بالعشر وبالتالي ما في هذا الفرق الكبير اللي الممكن يكون متوقع لكن لو يكون المريض نفرض انه درجة أسنان نفرض 30 أو 40 بال타ية لما انه نعمل له تبيض وممكن يوصل لمرحلة مستوى 8 أو 9 أو 10 وبالتالي حدث فرق وبالتالي نحن نكون عاطين للمريض فكرة عن الدرجة اللي ممكن يوصل لها طيب النصيحة اللي ممكن توجهها لأي شخص لأن مشاهد حابب أن يبيض أسنانه بس مش عارف إيش الأسئلة اللي ممكن يطرحها على الطبيب المختص عشان يعرف كيف يختار حتى يعني غالبا ما يفضل أنه يكون المريض السؤال الأساس أنه هل سيكون في عندي حساسية بعدين بعد ما نطبق طبيض الأسنان وبالإضافة لدرجة التبيض اللي ممكن نحصل عليها وهل هذا حيؤدي بعد ما نبيض الأسنان ممكن يكون في عندي مشاكل باللثة ولا لا طبعا مثل ما حكينا أنه الموضوع يبتدي بالتبيض تجميل الأسنان ممكن ينتهي بقشور خزافية وبالتالي في عدة طرق لتجميل الأسنان يعني ما يختصر فقط على تبيض الأسنان وممكن ننتقل على تجميل الأسنان وقشور خزافية وبالتالي ممكن نعطي للمريض الابتسامة التي يعني يرغب فيها من غير ما يكون في عنده صايد إفكت كثيرة حلو سؤال الأخير بالإضافة إلى اللون ممكن كمان يتغير الشكل المقيس معينة كمان الوجه بتلعب دور فيها الابتسامة طبعا بالتأكيد يعني نحن عادة شكل الأسنان ولونها يعتمد على شكل الوجه ولون البشر وحتى شكل الشفاح نعم حلو يعطيك ألف عافية دكتور هيتم الليتي اقتصاصي أمراض الفم واللثة شكرا لك ويومك سعيد إن شاء الله اشتركوا في القناة